موسيقى مشاهدين أنفاس سي بي داخل المغرب وخارج المغرب سافنة قرقي بن ناب اليوم معنا واحد فاننا غن تبحر وغن ضرع معي من الجالية المغربية كانت فرنسا ودست البلجيكا هنعرف السبب اللي خلات بشي من فرنسا البلجيكا للا دلال مرحبا بك السلام عليكم أستاذي وكانت مننا لك توفيق ان شاء الله في هاد المسيرة ديالك وهذا البرنامج الشيق تقرقي بن ناب هنقرقبو ناب هنقرقبو ناب وان شاء الله غادي نعوده باختصار على الحياة وعلى المسيرة ديال الحياة ديالنا فكنت فرنسا السبب ديالي في فرنسا هو الفنان جورج وصوف لأننا خدمت معاه في واحد الحفل خدمت معاه في 94 فكان السبب ديالي هو السبب ديالي في الانتقال ديالي من من فرنسا للمجيكا يعني ما كان قولوا انتيارة 94 يعني انتيارة من الفنانات الرائلات يعني الفنانات اللي من زمل جميل من زمل جميل دجوا معي فنانات معروفة هنا في المغرب وفي الدار البيضاء نيت منهم الفنانات سعاد حسان كان نحييها من هذا المنبر وكانت فنانة نادية أيوب كانت اسميتها عتيقة عمار كانت هذه الوقاية حيات الإدريسي كانت شيلة من الفنانات هذه الوقاية كانت ثانا من ديالهم فهذه هي القصة ديالي من فرنسا للمجيكا فجورج وصوف كان السبب ديالي والحمد لله جورج وصوف يعني أتجيبها مشي بك صوت ديالك طبعا بكل تواضيع ولي قال لك أبشي معي البلجيكا لا مشي بحالك ده القادية وما فيها كان هذك اللي كان بغي يدير الحفل دياله هو فلسطيني كان من لي نضم الحفل ديال جورج وصوف قال غادي نختار غادي نمشي لبارين نقلب على فنانة فملي يقلب أنا كنت كان في كباريهات في الملاهي الليلية فأختارني من ديالهم من ديال اللي شاف كانوا هما ثلاثة فأختارح علي باش ندوز هاد الحفل مع جورج وصوف فما ما ترددش يعني يعني بدون تردد قبلت و جيت وكان لي السبب غادي نولد ولادي في بلجيكا يعني جورج وصوف يعني هو السبب كان السبب يعني سيد الأخر ولي الصوت دياله هما هما شافوني كنغني فأعجبتهم زيان يعني يعني تدكس الصوت ديالك بقي ما عطيش لشي مرشاح هو ما في الحقيقة لأن كتعرف أغلب لأغلبية ديال فنانين ركين أغلبية لوراء الأضواء الحمراء كما نقول وحنا ف مطفيين يعني ما بينينش كان إنشيلة ديال فنانين واش هما ما مخلصين كلمة ديال دولة أو مطافين عليهم الدولة والله ما عاربت يعني هما بقعوا في ديال الدلمة ديال اللي اسميتهم ما خرجناش منها يعني وصرتو كن لاحس العون كيكون يخدم على والدي كيكون هاز واحد مسؤولية كبيرة فهو كيكون ديما نسي راسو كما كان قوله وكينين فنانين والله فنانين يعني ما بانوش على الصعيد الفني قولي واش دالي لدالي اسم فني او اسم الحقيقي هو اسم فني ولكن كبرت مع هذا اسم كبرت معه وكيف عارفوني الناس به بثاف ولكن انا جبت اسمية حقيقية انت لا تريد او انا اقلبت واشي ارشيت بكل تواضيع قولي كان اسم زهرة اسم جميل جميل جدا وازهرة وكتبا قدامي وردة 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 زائرية وردة المغربية الحمد لله الحمد لله فكان دلال اه عرفتش كن اسم هاد الاسم اه اه اشي بغيت نعطي هاد الاسم واسم هاد الاسم هذا اه انوار حكيم الله يذكر روبك خير الى كان يشوفني فهو مديع فدب صفي لانطوم عرفتش شدب في كيدير براميج في اداعاته هو كان في الاداعة الدار البيضاء انا وراحكيم معروف فهو اللي اعطاني هذا الاسم هذا وهو اللي بقيت عليه ومشيت ناس كل شي كتعرفني بهذا الاسم هذا الحمد لله داليلا انا معرف نقولك زهرة ولا داليلا وكن انا اقولك اللي كتعجبك يا داليلا داليلا شكل الفنان اللي تبعت منهم ذاك الوقت يعني خليتي المشاعد من عندهم كتك تأخذ اللي نيرجي كتبولي كوني كنت بحال الحقيقة هو في البداية دالي كنت نتشبع بالأغنية المغربية بحال نعم مساميح عبد هذي بخيار الدكالي الحياني فعدنا الشي اللي الفنان زوين زوين اللي كنت مأطرة بالكلتوميات بالشرقيات بالكلتوميات بوردة بالأغاني القديمة ك كينين فنان اللي قدام العونية لا العونية نقدر نغني همتاهم لأنني لقيت روحي غادي تسمعني أنا لقيت روحي بالزرد الفنان هو يكون يأخذ من أي فن يعجبه العونية لش نغني لك يوح الليله دوز أح الليلها يوح الليله ديال الصوان يوم أكل تلوز وح الليلها اليوم سوف نتلع نويك في الطول دوز الليله دليل دلال فين تزادت فين طراغات فين أنا بيضوية الأصل والوليد الله رحمه هو الليل خديت من عنده الفن فوردت منه إزدياد يعني إيزدياد من حي كان إزدياد الوليد هو الوليد الذي طام عريض دار أبو عزة أنا تزادت في سيدي اعتمان أنا بنت سيدي اعتمان وابا كان كبير جدي في درب السلطان يعني بابا يضاوي ومي وإحنا بابا مولاد العم جوج يعني الوليد من دار أبو عزة من دار دار ديال ديال أبو عزة الله يرحمه هو الدار يعني هو مولاد العم جوج فدنك بابا ويجين على حق على أبو وجدي أبغينك نقول نقرقبونا أي الجمهور أبغين يسمع الصوت ديال لماذا يعني اللي بغيت انت اختار اللي بغيت الشعبي الطربي اللي بغيت انت أنا مهم كما قلت انت شنو بغيت يستماكل تميات وارضة معي مساميح نشوف كنت شنو ديالي نائمة مساميح الفنانة المغربية تحية اللي من المين بر تحية وامري لله هو الحب عدب هلكتيني وهنتيني وش مت في وعملت نيا ومقريت حسب محنتيني وش فيتيني وغريت بيا الله يا سيدي أمري لله والحب عدب هلكتيني وهنتيني وش مت في وعملت نيا ومقريت حسب محنتيني وش فيتيني وغريت بيا كانت كوا بالنار وانا قلبي محسار دايب منص هد النار وي هو وي وي هو هد النار شكون يطفي بخاطر عملت ايدي فيها وكيف نقدر نسخ بها مو الفنانة يا ناري وش كون يجيب خبري مو الفنانة يا ناري تبارك الله عليك هيا النار لما نجيب البومبية لما نجيب البومبية وش دليل دليل لدرت المعهد ولا انتي مو غيبة مع عمر لي ما درت المعهد ما قرأتش كما نقول سورواج ودك شي ولكن الفن عندي في دم في روحي قلت لك الفن رخدته من عند الاب ديالي الله رحمه و المسيرة ديالي كانت زوينة رغم اننا ما بناش على الساحة الفنية ف ما تبار للأسف 82 خلني انا الاب و كل من المسيرة وكانت الاخت ديالي سهية الله يخلي علي وخلي الوالدة من هذا المنظر والاخوان ديالي كاملين فكانت مسيرة زوينة الحمد لله ومشينا فيها يعني الفن هو يعني كان فهم رغم عندك القواعد الفنية داخل 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 لي فروح مهم الموسيقى يعني داخل فروح اكثر من لغنتي يعني الفنان اللي كيكون فنان حقيقي فهو كتكون عنده ديالي حاسة حاسة أكثر من هذا الإنسان العادي يعني الفنان دائما كتكون حاسة زيدة عنده كتر من الإنسان العادي فكيكون حساس قالوا لي دليلة كانت حشومية كانت قالوا لي في المدرسة كانت وحش مناسبة وقال قرانيلينا وحشمت قدام أساد أساد داخل مشكلة كانت قرف الثالث وكان واحد عيد العرش ويقول لنا ما يقول شيء أنا شيد ولا غني ولا شيء حاجة فأنا كنت دائما كندير وكنت خب وكنت كان حشم بزيف كنت إنسان خجولة وفا شافت قالوا مناج بالكنية ديالي أجي وأنا وانتميز غادوا عنده حشمان أنا كنيتك أجي قالوا مناج تفضلي إذا ما مناج آجي آجي جيت عنده وقفت صبورة وكان غني قال يالله غني كانت هذه المناسبة لعيد العرش وبغير يكتبس شيء تلميذ يكون يعني يكون غيمة المدراسة ديال قال يا غني برد وصخون عندي بقى صغيرة برد وصخون يا هوا برد وصخون تحمي توفي بزوج انت وصمر لون انت وصمر لون هوا يا هوا هاد نار قوية مجهد هاد نار قوية مجهد تيران تيران لا المهم بدلك الدسك كي جاك السوديو برد ولا صخون يعني جوين يعني ما نقولش لك لعنوش برد ولا صخون لا كانت تسخوراً أصبحت صغيراً.. أصبحت بشكل معتدل.. أيها سلامة.. كانت من هناك المزيد من العطاء أستاذ.. يا أخير، أخيرت وقتها جداً.. قلت لي أن تبيعها بأمان أمو كلتم.. أخيراً.. أخيراً.. لم يكن أعطي شيء أساساً.. أصبح لتجاه رأيه.. أخيراً أمسكية أصبحت لدي أصغراء.. فأخيراً.. سأخبرني أصبح لدي أخيراً.. أغاني موشحات وكان بمناسبة عيد العرش كان ديك ساعة كيتقام كي كل حساب يعني عيد العرش وخديت هادوك وحفظتهم وغنيت قدام العامل ديال كنت ديك ساعة في ورزازات مع ابنت عمدي كان قرات المه غنيت قدام هذيك القطعة فكنت خاصة نسميه كتيرا حيلة في المغرب كتير في ورزازات وفي كازا من فرنسا برجيك مراكش مراكش وي تجاجم اباليز تكو وغادا الفنان راه هو كي يكون بي ملا كيف يجوكد الفنانة ديال دابا عد الشباب والأغنية الشبابية هي الأغنية الشبابية في الحقيقة كان قدر الفنانين والشباب ديال هاد الوقت هذا ولكن الأغنية ديال الزمن الجميل ما كينش بحالها ما كتموتش يعني بكل احتراماتي يعني كينشي قطع اللي كيعجبوني في ديال الغنم ولا قطع غنائية قطع غنائية بحال سعد المجرد بحال اسميسو كينين بزاف يعني بزاف ديال الفنانين في المستوى الكبير والله يخليهم لينا ويزدوا قدام إن شاء الله حافظة شي حاجة ديال سعد المجرد إنت معلم وإحنا منك نتعلم تسكت وإنت مود ما نرضى نتكلم تلف عليها ماشي لا عندي عندي ليه من غير أنت معلم كين قطع أخرين يعني اللي اللي كان دير غير ما فكرتينيش باش نمشي في الدار ونبقى نجبد يعني شغنقولك كورونا يا ربي تهزع لنا يا أرحم الراحمين كانت تلفتنا شوية ولكن غاد يرجعوا إن شاء الله وغارجعوا بقوائي أنا أعطيك ثلاثة للفنانة وقد صنفهم أنه قطع على عشرة كيف يجيك زكريا الغفولي؟ زكريا الغفولي كان أعطيها عشرة على عشرة ودايما فنان في المستوى الكبير لأنه أعطى شي قطاعه هي مغربية محدى ولكن زكريا الغفولي فنان دنيا باطمة؟ دنيا باطمة كانت فنانة كما كنقولو إحنا ما تجرش لإلساني والديني نهجي دنيا باطمة فنانة فنانة شغن نقولك؟ الله يوفق الجميع ولكن يا ربي الإنسان في الفن فهو أخلاق طيبوبة وتعامل مع الناس والإنسان ما يصيبوش الغرور كما كان قولو الغرور فهو هي مقبرة أي إنسان على وجه الأرض هو الغرور كيف يجيك الفنان علال القادوس؟ علال القادوس قالوا لي علال القادوس رتوا فنان مليك انقد واحد انقد انقد شي ما عارس كيفاش وقاع واحد را مكنش عارف القديدين بسعب مهم انقد نسا هو توا باطل نسميه من أبطال ما زلت أعطي لعشرة؟ أعطي لعشرة على عشرة على شلاء أي علال القادوس؟ أي الدومة؟ الدومة؟ أنا أتعبت اتعبت نتعبت أنا سأقول لك هل هذا مجتمع؟ بسعبت سعبت سعبت وليس سياسي ولكننا دخلنا في واحد اي شغل نقولك واحد اختيت العربون دي العرس ومسيتي ومشيتي ما عارتش عن شي واحد زنة تاكس كسور قلتي تبدو اي طريق هذه ثاني قصة وقتلية يعني ما غدش نقولك هذه ثاني من الطرائف الكبيرة اللي بقتلية كنت انا ولدي خرج معها نسيت العرس بانا وصام دي كين فعيت مع راسي قلت غادي نمشي عند بنتي كينا بنتي تايا كان حيي ولادي كاملين من هاد المنبر هادا وقلست قلت كنا ناكل في الكسكسور قلت عايت لي العروسة قالوا فين كده فين كده ليلا ربقي ما جاش قلت اولي كيف شوش انا عندي عرس وما انسيته يعني اش غادي نقولك ديك السعب ديس كان عايت في تليفونتها فين كالورغانيس فين كالعواد يالله فين كالعواد فين كالكوامانجي يالله الدغياء الشي كي يصفر على شي قال عرس كأنه شي تدوج تلبس كالناس شيئا لم يكن غادي كانت ضحك بحالة رزع مات عطل نعف طريق يرمشي في طريق رانسيت انا والحمد لله الحمد لله كي يوقعوا في بلجيكا قروية كتشارك يعني كتشاركي في معرجانات يعني بنتي في قنوات يعني في بلجيكا او دينال الجريب مؤخرا خدمت مع الفنانة ناجة اعتابو كان حاتيم ادار كانت شيلة من الفنانين من المطربين فكنت ضمنهم يعني اتنا اغنيت معاهم في الحفل كان مهرجا القفطان مدينة بروكسيل كنت من دي من هون كان كان دير الصهارات في الاداعة دياله الارابيل في بلجيكا وكان حيي الناس ديالها من هاد المنبرته هما كان بان في التليفزيون معا وش نقول اسمية الصحافي كان بان في التليفزيون ديال المغرب تي في ديال الاداعة ديال بلجيكا فالحمدلله الصهارات كان دوزهم بزاف مع الشيلة ديال الفنانين اللي كيكونوا كي تبروبوزيو ودابع عندي صار مع الغافولي ان شاء الله في بلجيكا في الياج ان شاء الله غتكون لوسينك مع زكريا الغافولي وش ممكن شوفوكش في القنوات ديال المغرب وش هدا تقصير منك انك 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 ما كتتقلبDEش و و و لي نبично و لي ان بواكس احبي في الحقيقة يعني وش هي تقصير منك او هي د queda في باكس الله و لكن ما كتوصلش يعنا كما كتو قالوا تكل الشيوحwan بواكس حابيお願いします فعلا ما كانت وصلش بحرمو التاكسي لي بقاكي دور بكم ما وصلكمش الوقت والله عندك الحق كي نبك صاحبي وكي نبعد الخطرات حن احنا بعد الخطرات كان ماشي نقولوا ننسوا راسنا إلا داز عينا مره ولجوج كان صافي كان تهرس ومن بغيروش نتقعد وكان نقول ورا صافي ما غيكون وعلو ففي الحقيقة الحمد لله رانينات شوية فهذا فترة السي واخه كانت كورونا ودرت واحد جوج قطعات ان شاء الله غادي كونوا زوينين سجلتهم بقالية فيديو كليب وغادي كونوا عن الساحة ان شاء الله غادي كنتمنا انني نبان بيهم ان شاء الله كنتمنا هذا الجديد ديالك ان شاء الله هذا الجديد ديالي لان عندي اغاني مسجلهم غير معاودين بحل وردة كنتم مني هاته هادو من كلمات ديالك ماشي كلم يديري كان ملحن كلمات عبد الرحيم وفي بلجيكا هذا ملحن الله عمر لي الدار أستاذ تحيالي وتحيالي تحيال الجلي المغربية المقيمة بالخارج كامل كافة اجمعين يا ربي كان حيهم واسجلت في السوديو ديال كامال اللي كانت منها كان حييته هو وان شاء الله غيكونوا في اه ان شاء الله غيكونوا متقدر يجد اشي حاجة منهم ما نحرقش اشي حاجة زوينة ديال واي واي غن نقول لك هادشي ستيل جديد اه شباب يتبقى سيال واي واي تشوفي لواي원이 المخريجي يقدر يكون عرف الواي وي كنت عرف الواي وي راي عصري فيه فيه اه ها! اه ها! متى حينة! اه ها! اه! سيكون جيدة ان شاء الله وكانت مننه مسيرة مواحفقة ان شاء الله وطربينا ونقوا ونقرقبوننا بجوء العين ومكلنا بجينا شي حاجة شعبية شعبية تبقى تسمع شعبين نعم، نحن في دكالينا الشيطان نعم، نعم، نعم 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 perceبي ، نعم نموت ح Jersey حبي ما تقدش عليه يا وحدريب دائما نعم نعم ل Angel عندي قليب واحده وما شي اثنين اللي تشوف ليا فيه نعملها اللعين هذاك حبينا اللي نعرف إليه والله تنطيح الروح علي ، مالي يصفقوا صفقوا 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 تصبيقات على دليلة دالي ولا أنا اكد بأن الجمهور غيتفرج في الحلقة غير يصفق عليك كنحييهم الجمهور ديالنا إن شاء الله والجمهور ديالك ،الجمهور ديالقناة أنفاس فحيوا لينا هاي الفنان الخلوك وهذا الفنان إن شاء الله يكون في القمة هو والد بلادنا وانتماني غادي تخليوه الفوق 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 فوقفوا معه ديلوا الجيم وديلوا ديلوا الابوني وكونوا مع هاد القناة بجزيد لقدام وكان حييها بزف 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 قناة أنفاس 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 شي دابر كاميرا قدامك لسالة المسؤولين نمكن الفن بالفن لدينا فن مغربي فاشا نقول لهم دالا ايها غا نقول لهم رسالة المسؤولين فهم يديروا يدهم في الفنان لأن الفنان فراح الفنان فيه واحد اش غادي نقول لك إلي ما كينش الفن ما كينوانه ما تتأي حاجة فالفنان خصو يكون تتعامل كأنه شي حاجة منك لأن الفن فهو هو اللي كيكمل الإنسان وكانت منكم من الكبار تلتافته للفنان وتلتافته لنا وتلتافته لأي فنان مبتدئ كأنه توقفوا معاه وتأخذوا بيده وتزيدوا به القدام فكان شكركم جزيل الشكر للفنانة كاملة الكبار وكان حييكم من هذا المنظر هذا وهذه هي التحية ديالي لكم مو شاهدين انفاس تيفي داخل المغرب وخارج المغرب مازال سافينات قرقين بالناب ونجيبوه فنانون قرقبوه معهم بالناب ولكن قبل ما نسألي ولا بدنا نسمعوه الصوت أنا نتعيوه بالصوت مش أغنية جميلة الفنانة دليلة دلال تحياتي عيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي وعيشي يا بلادي غالية يا حبي الكبير وعيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي عيشي يا بلادي الغالية يا حبي الكبير عيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا أرض كريمة وفيتة بالحب الكبير